السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مزيانين بأحوال طيبة. تكونوا رتحتوا من رمضان وتمرس رمضان والعيد. الحمد لله. اليوم سوف نشارك معكم في واحد الفيديو. هناك شيء للتنظيف و الطبخ وأيضا. سوف نقضي الخزين أو تقضي. سوف نشارك معكم هذا الشيء إن شاء الله. أول بلاسة بدأت بها من بعد ما رتحت من رمضان هي هذا البالكون هذا. لأن حالته ولت حالة. أولا مستخة بزاف. بزاف. بتراب بالقطة إلى آخره. فاليوم سنضرب بها. سنحق الأرض مزيان مزيان. سنحق الأرض. سنحق الأرض. سنحق الأرض. سنحبط الماء من المجرى. سيهبط في واحد الفلاثة. سنحق الأرض. سنحق الأرض. سنقضي هذا البالكون هذا اليوم. بالنسبة للغرس. كنت تقضي من المحل. كنت تقضي من المحل. كنت تقضي من الأعشاب المنسبة مع كطرية. حصلت إلى أن أسرع الأطفال. كنت اخلت عامرة كثيرة. كنت تقتضي من المحل. المهم. أول شيء. سنحق الأرض. هذه ضرورية لأنها كانت تراب و القطاء الى آخره فأخذت طبعا جافيل والتيد والمو سوف نحكم زيان زيان الأرض المجموعة في هالغبراء التراب الى آخره سنضرب به واحد شوية ومن بعد سنقض الغرس معكم ونقضوه ترجمة نانسي قنقر ونقضوه 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 المترجم للقناة 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 في نهار واحد او اسبوع هذا هو الشكل كنت قديته تقريبا في 2020 ايامة الكوفيد كنت قديته فعلها فعل مكتابات صغيرة و ادخل البيت الخزين كان يجيني مضيق مع انه كبير و طويل ولكن كان يجيني مضيق و عمر و ادخل البيت الخزين فاليوم قلت نجرب و احدتي ما قلت تحت الواحد قلت نجرب هذه الفكرة اذا استقعت هي هذه لا استقعت نرد هذا التعجير حييت التعجير اللي كانوا يعملوا في المكتب سوف نمسح طبعا حييت و الارض و ذاك الشي اللي ضاير بهم مزيان مزيان ماذا اخر اه كان عندي واحد المرافع كنت شريت ثلاثة تقريبا هادي واحد العام و نص و العامين كنا نصابهم في البيت التعري و مكتب شو بقى و كنت صابت واحد حطيته في الصالة حييته و جوج كانوا بقوا عندي اركبتهم في الحيط اركبتهم غير بوحدتي يعني طريقة رأها سهلة غير هي لك رجوج ديال الناس يكون احسن فقدتهم فعلها هكذا و في الحقيقة اه اعطاه واحد الاحساس ان هذا البيت الخزين كبير بزاف و واسع و يعني اه مهوي ماشي في حالي كان كان يجيني في حالي لم يضيق في حالي كان يدخل واحد الخزين يعني عامر بالباقر و في الحقيقة اذا كانوا عندي شحالة التي كانوا عندي في واحد البيت من بعد احطيتهم في هذه الخزين دبعا نحاول انني نجمع فيهم في حال ده بالمعلبات ودكش يكون محلول بالنسبة للباقر اغنقادوا في هذه القرائية ديال الزاج انا يعني من دائما يعجبوني القرائية ديال الزاج يعني من اول في حال هذه دائما لدينا القرائية ديال الزاج يعني يعني نجمع فيهم كل شيء فهنا هنا الكبار يصبت فيهم لباقر وهذا يصبت فيهم اما لباقر اما هذه الأشياء هنا الخبز لدي بعض 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 السيد سوف نضع و سوف نضع قريب و سوف نضع بعيد او لدي التجر الخشب او المريول الذي كان عندي من هذا يجب من الحوائج اول القراءة لا ضرورة سوف نحاول أن نشارك القراءة الكبيرة التي تكون 5 أو 8 و نضع هنا زيتون في القراءة الزاج سوف السلة مؤقت عندما وجدت حال آخر صبت فيها البصلة البطاطا الخضر والفواكه التي لا تحتاج منهم كيميا كبيرة و لا تحتاج منهم لا تحتاج أن نستهلكهم لأن لا يخسروا للمون الحمض إلى آخر هنا أضع مسائل الحمص العدس اللوبيا الشعريا كثير المسائل في حل الحلوة العيد كانت توقع عندي لأن هذا الفيديو سجلته الأسبوع اللي فات المهم المسائل الكاملة التي تحتاجها في الطياب أضع بجد المنزل في الطياب العمي لم تحصل من ايكيا و المهم قديت المسائل الكاملين في هذه القراءة و أصدفتهم بالطياب والخشب 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 والعلم خزين من بعد ما قضيته هو هذا حطيت شمولات الحلواء يمكنني استعمالهم ويجب أن يكونوا مخبيين أو بعد حطيتهم حدايا بالنسبة لهذه المريوات اللي تحت اللي فيهم المجورة إن شاء الله سنحاول أن ننسبهم بالبيت أو نردهم في حال هذا المريو الخشب اللي في القاع هذا هو الشكل النهائي في الحقيقة عجبني بزاف بزاف نجا هكذا مهوي يعني فكرة جديدة أنا كي عجبني نبدل لغي كنقنط من الحاجة ضروري ما خسنين نبدل وفي الحقيقة هذا التبديل الأحسن التغيير للأحسن بالنسبة لهذا الخضر هذي أو لهذا الفواكه عندي واحد شبكات هكذا فيهم طبقات ممكن هنستعملهم فيما بعد هذا المهم إذا نرى هذا الفكرة هذي كاملة أخذت لي تقريبا نهار أو نهار ونصف مقدت على كل نهار قديت في هذا الشي كامل لكتر من نهار لأنني أخذت هذا القراءة كامل في واحد الليلة المهم قول وقتك نهار ونصف مقدتي قومو Gruppe ونستخدمها المهم حمول المهم المهم ليبي زائد في الكوزينة وحثت الكوزينة تشعر لاحق معنا المهم كم يحظ اشتركوا في القناة 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 هنا ايضا ساوبت الخبيزات الزراع تشاهدهم هكذا في الصباح مع الفطور ما كانش محسن من الخبيزات الزراع خصوصا انا ما ساوبتهم مش من قبل رمضان بالنسبة للمكونات عملت تقريبا واحد كيلو ديال طحين او لا كيلو اللاروب ديال طحين ديال الزراع كان عمل معه معلقة ديال العسل معلقة ديال الزيت نصف معلقة ديال الملحة وكان جنب المدافي وطبعا معلقة كبيرة ديال الخمز بالنسبة لهذه المولات هادو او لهذه الصينية هادو كنت عد غسلتهم يعني عد حكيتهم قمرة رمضان كنت عد غسلتهم لتنظيف ديال الكوزينة كان نرش عليهم واحد البرودوي كي يتباع كدع ديال الاليمينيوم والاستينيليستيل كان نرشهم بهذا البرودوي وكان خليهم واحد شوية وكان حكوهم بهذا الحلفاء اللي كان حكو بها اللواني ديال الشحالة ديال الرطبة ما شوية الصابون اوكي خرجو كي يشعلو المهم بالنسبة القرص ديالنا الضعف الحجم دياله كيف ما تشوفو سنرش بيال الطحين فوق سطح العمل سنأخذ واحد الميزان باش يجيوني قد قد سنحسب لها 20 جرام سنجدوا تكبروهم كبروهم سنجدوا تصغروهم اكتر صغروهم سنجدوا اشكالها كثيرا سنجدوا تصغرنا ممكن سنجدوا شكل المعروف من بعد ما قسمت اللاجينة لها كتريفات ديال 20 جرام سنجد اللاجينة وفتحها كده في التي سنجدوا شوكولات تقريبا خمسة حبيبات شوكولات هذا البيبيد شوكولات أو الشوكولات اللي كان منهم في الحلوى اللي ما كيدوا بش من بعد غنستف الكوراج ديالي جينا في الصينية غنضغط عليهم فعلا واحد شوية باش ما يجوش هكتم مدى قصيد من الداخل يجو يجو هكذا كبارين باش ما يجوش هم بزا في الداخل هنا غنطر بحبة سوف ندخل البيض مع شوية الحليب سوف ندهن هذه الخبيزات من بعد سوف ندخلهم الفران اللي هو مطفي كي يخمرون لانني هنا اللي غطيتهم بالبلاستيك سوف يلصق فيهم البلاستيك ومن بعد سوف يتخسر شكل لهم فالفران عندي مطفي سوف نضعهم فيه باش نسود الباب سوف ندخلهم حتى يخمرون على خاطرهم سوف ندخل البيض سوف ندخل الخبز الزراع كيف لا ترى أن تكون خفيفة ومن ثم ندخلها تخمر سوف ندخل لها قليلا من فوق وندخلها سوف ندخلها لا خاطرها سوف ندخل الخبيزات بالشعير لان في الحقيقة لا يوجد نخالة سوف نستعمل غير الشعير سوف ندخل جيد خصوصا هذا الطحين هذا حقيقة جيد لانه يعمل في حال الطحين للشعير يأتي الخبزات يأتي وكهلين ليس في حال هذا الطحين الذي نشريه عادة سوف نقسم العجينة لذلك الخبيزات ليس صغر و ليس كبار يسهل علي أن نشكلهم وأيضا لنطيبهم بما أنني استعملت المولات كاملين القرص سوف نعمل الخبيزات خمره فوق 1 در فوق 1 در كوزينة و نريد أن نطيبهم ندخل صينية الفران يسخن جيد والفران يسخن جيد و نبقى نهز الخبيزات و نضعهم في الصينية المهم سوف نريكم الطريقة للطبخ طبعا إذا لديكم الصينيات ممكن أن تضعهم مباشرة تضعوا لورق الزبدة أو لورق المطبخ و تضعوا الخبيزات تقرزهم و تضعهم مباشرة تضعهم يخمروا في الصينية و تدخلوا الصينية الفران و لما تبقى وعد تهزهم إذا كانوا عندكم توفرين بما أنني كيفما قلت لكم استعملتهم في القرص فضروري ما أنني نستعمل هذه طريقة فشكلت الخبيزات على شكل الكورات كيفما كتشوفو هنا فرشت واحد المنديل الخبز سوف نستعمل هذه الكيمية تكون مهمة لأن تلصق الشعير أو البلبلة الشعير و سوف نقضل الخبيزة سوف نحاول أنني لا نرققهم كثيرا لأن الخبز لا يخمر كثيرا و لا يقضل الطحين الأبيض سوف نقرز و نقرز و نهز بالأقل لأنهم خفافين خفيفة و سوف نضع هذا المنديل من بعد ما قدت الخبيزات سوف نغطيهم و نجعلهم يخمروا قليلا لأنهم خامرين من قبل و لا تأخذ وقت طويل هنا سوف نقرز هذه الكرس من الفران لأن سوف نقرز على درجة حرارة عالية و على درجة حرارة سوف ندخل واحدة الصينية لفران سوف ندخل مع الفران مع الفران و سوف نفتح الفران و سوف نستخدم الخبيزات فوق الصينية اما مباشرة في الفران لا تخفيف حرقوا وضعهم مباشرة في الفران انا هذا المرة سوف نقرز لأنني كنت مزروبة عملت تقيبة غير بسبعي ممكن تستعملون ما يريدون مالقة و اللاموس سوف ندخل وقت طويل تقريبا 1-10 دقائق لم يكن كاملا سوف يكون خروج الخبيزات سوف نقسم الحرارة 180 سوف نفتح الباب لكي يبرد الفران لكي ندخل طيب سوف ندهن المرة الثانية بالخليط البيض و الحليب سوف ندخل قليلا من الفوق لأنه كان يجب الزنجلان الكوكا و ندخل و ندخل تقريبا 18 دقيقة كانوا واجدين هذا هو الشكل هنا تبقى الخطوة اختيارية لديهم قليلا سوف نحتفظ بهم في المجمد لماذا هذه المرحلة هذه لا سوف نحتفظ بهم في المجمد سوف نضع المجمد في الماريو الذي يريد يأكل منهم سوف ندخل ندخل بالنبج ثم سوف ندخل بعض السكر لأن الكيميا السكر يستعمل كافية سوف ندخل بعض سوف ندخل و سوف ندخل الخفزة سوف ندخل في المجمد في المجمد ترجمة ندخل حتى في المجمد في المجمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قطعت الخاصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد افكرت فيها نسيت غرصت ايضا شوية الحبق كنت أقول لكم هنا يعني فين وصل هذا الغرس هذا تقريبا شيء 4 ايام او 5 ايام من بعد ما صورت الجزء اللي هو الفيديو بالنسبة الليشا سنصابه اليوم مع البوكاديوس اللي هو سهل سهل بزاف وايضا يعني يوجد نهار اللي ما يكون لديها الختمة بزاف ولا يكون مصابه شيء او التخمال سنصابه اليوم سهل بالنسبة للصوص اللي اندهن بها الخبز عملت المايونيز شوية الكورنيشون واحد اخيزي ومحكوكا الملحة والبزار هنا هي البطاطة قطعتها البطاطة الفريد سلقتها واحد شوية واحد ثلاثة دقيق وحيتها سلقت شوية جوج بيضات هذه هي الحشوة اللي سنستعمل بيت مصلاق الطون الكورنيشون الزيتون ما تيشها البصلة الخاص شوية الخيزو بالنسبة لهذه الكصوص كيف ما قلتكم هنا فيها الجزار فيها البصلة فيها الكورنيشون فيها الزيتون فيها خيزو والمايونيز صافيغ عندنا نقعد في الخبيزات او في صندويتشات سوف ندهن طبعا الخبز غير شريته بالنسبة له البطاطا قبل ما نقعد في صندويتشات البطاطا من بعد ما بردعت يعني سلقتها خليتها بردات زيت لها شوية نقليها في الزيت بطاطا تكون ناشفة لأن هذه البطاطا فيها السكر بالنسبة له الطريقة تشرب الزيت بالنسبة له يعني مصلح للقلي بالنسبة للصندويتشات سوف ندهن بالسلسة سوف ندهن الخص مطيشة البصلة سوف نزيد خيزو الكورنيشون والزيتون البيض مسلوق والطون سوف نزيد الفريط من الفوق وسوف نزيد هذا هو الصندويتش وهذا هو البوكاديو ديال الشمال المعروف سوف نسلم معكم الفيديو هنا وإن شاء الله ضروري ضروري سوف نتلقى قريبا السلام عليكم